النهاردة نتكلم عن تسريبات موبايل سامسونجالاكس اف تلاتاشر. الموبايل دوت فيه بعض المواصفات اللي هتكون ممتزة جدا بالنسبة لبعض الناس وبعض المواصفات التانية هتخليه موبايل رضيق جدا بالنسبة لبعض الناس التانين. والخلاصة في الاخر يعني الموبايل دوت سعره كويس جدا. فيالله من غير غير كتير تعاو نبدأ على طول. الظهر بتاع الموبايل ده هيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم للبلاستيك. وبيدعم تركيب شرحة نوت وصول مع دعم شباكات الفور جي. وبنسبة لصوته الخارجي فالصوت هنا بيجي اوحادي. وبيدعم وبيدعم وبس ما بتيجي في زر الطاقة. اما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع بمساحة ستة وستة امان عشرة بوصة مع نسبة استحواز تلاتة وتمانين في المية. وبدقة سبعمائة وعشرين في الف ستمائة بيكسل. ومع كسافة بيكسلات ميتين ستة وستين بيكسل لكل بوصة. وديت كل حاجة عن الشاشة. ومن ناحية الحاجات اللي نقصها فهي فعلا نقصها حاجات كتير. زي مسلا نعرف كوة طاقة عاملة ازاي. وتدعم كمان تقنيات الـ HDR. او حتى تيجي بمعدل تحادث عالي. ودقة الشاشة تترفع شوية. وكمان يجي عليها طبعة حماية. فالشاشة ديت فللاسف تعتبر شاشة مش كويسة. وبنسبة للرام والزوكرة فالموبالينا بيجي بنسختين من مساحات التخزين. والاتنين بيجوا بنفس حجم الرام. واللي هو 4 جيجا بايت. وبنسبة للرام والزوكرة فالموبالينا بيجي بنسختين. الاولى 64 جيجا مع 4 جيجا رام. وتانية 128 جيجا مع 4 ج الصفت اوير والمعالج. فالموبالينا بيجي بنصان تشغيل اندرويد اتناشر. مع واجهة واي كور فور بينت اوان من سامسونج. مع مع معالج اكسا نسطة 150. بمعمارية 8 نانو. وبتردد 2 جيجا هرتز. مع معالج روسومي مالي جي 52. وبنسبة لي عن اداء المعالج ده. فهو يديك اداء كويس. بس مش الافضل من ناحة الالعاب. بس هيكون ممتاز جدا في الحفاظ على البطارية. بس برضو مش الافضل. فيعني كجيمينج ما نصحش بي قوي. اما بقى بالنسبة الكاميرات. فالموبالينا بيجي بتلات كاميرات خلفية. الاولة بدقة خمسين ميجابيكسل. فتحة عدسة F1.8. والكاميرا التانية بدقة خمسة ميجابيكسل. فتحة عدسة F2.2. ودهي الكاميرا ألترا ويد. بتصور بزاوية 123 درجة. والكاميرا التالتة بدقة اتنين ميجابيكسل. بفتحة عدسة F2.4. ودهي الكاميرا للعمق. وبيجي معهم فلاش LED. وبيدعم تقونية البانراما والHDR. ويقدر يصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 فريم اما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية. فبتيجي بدقة 8 ميجابيكسل. بفتحة عدسة F2.2. وتدعم تقونية الHDR. وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 فريم. وبنسبة ليعني اداء الكاميرات دي. فهي هيكون اداءها وساط السعر من افضل الكاميرات. بس ما تتتوقعش ان هي هي تكون الواو قوي. علشان في الاخر دوت. بيعتبر موبالي اقتصادي من شركة سامسونج. وبنسبة للبطارية. فبتيجي بسعة ضخمة. وهي 6000 ميلي امبير. وبتدعم الشحن السريع ب قوة خمساشر وط مع شحن النوع طايب سي. ويعني حجب البطارية هنا ممتاز مع سرعة شحنة للأسف مش اللي هي. وضيئة جدا قصة حجم البطارية. اما بقى بالنسبة للسعر فالموبال دوت اتلعنا عنه بالسعر مية وتسعين دولار. يعني حوالي تلاتة تلاف وستمائة جنيه مصري. وسبعمائة وتلاتاشر ريال سعودي. والف تسسوعمائة درهم مغربي. ومية خمسة وتلاتين دينار اردني. وخمسمائة ستة وتمانين دينار تونسي. وسبعة وعشرين ألف دينار جزائري. ومئتين وسبعين ألف دينار عراقي. وبس كده كده انا خلصت. وبنسبة الرأي في الموبايل. فانا شايف انا موبايل كويس للناس الكبيرة شوية في السن. او الاطفال والصغيرين. من ناحية مميزاته. فالمعالج بتاعه كويس وهدي. ويحافظ على البطارية بشكل ملحوظ. وتاني ميزة معنا حجم البطارية اللي هي يتعتبر حاجة جمدة جدا في شركة سامسونج. وتالت حاجة معنا بتاع سامسونج. كلنا عارفين السوفتوير بتاع سامسونج كويس و ومفوش خلاطات كتير ومفوش جديد شات ولا اي حاجة. واخر حاجة معنا في المميزات. ان الكاميرات بتاعته من المتوقع. انها تديك اداة كويس قصاد السعر. بس بقى من ناحية العيوب. من ناحية الشاب العادي. الشاشة بتعتبر شاشة اقتصادية جدا وفقيرة. المعالج بتاعه مش الافضل في الالعاب. فانت يعني موبايل دا وتلانسب للناس الكبيرة في السن شوية المعادية اللي اربعين سنة مسلا. او يعني الاطفال الصغيرة. عشان يقعد معا موقتك بيه في البطارية. وصفتوير كويس وهدي. وبس كده. كده انا خلصت. طبعا رأيك تحت في تعليقات يهمني. يلا سلام.